اشتركوا في القناة وقد حلت بعين المكانة السلطات المحلية والامنية ورجال الشرطة العلمية والتقنية الذين مشطوا مصرح الجريمة من اجل معرفة اسباب وملابسات اقدام الزوج على وضع حد لشركة حياته وفتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية للامن بمدينة خريبغا يومه الاثنين بحثا قضائيا تتأشراف النيابة العامة المختصة وتشير المعطيات الاولية للبحث الى قيام الزوجة المشتبه فيه باستعمال بندقية صيد مرخصة لتصويب عيار النار لزوجته بمنزلهما الكائن بحي ياسمينة لمدينة خريبغا وذلك لاسباب وخلفيات اصرية تتواصل حاليا الابحات والتحريات لتحديدها والكشف عنها ومكنت اجراءات البحث المنجزة في هذه القضية من توقيف الزوج المشتبه فيه وحجز بندقية الصيد المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة هذا وقد تم ايداع جتة القتيلة بمستودع الاموات رهن التشريح الطبي فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الذي نقل اليه جراء معاناته من مضاعفات عملية جراحية سابقة وذلك في انتظار اخضاعه لاجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة